تعزيزاً لما كانت مملكة البحرين كمركز سياحي مهم في المنطقة انطلقت الاستراتيجية السياحية الجديدة للأعوام 2022-2026 مؤكدة على تمتع المملكة بالمقاومات المطلوبة في المشروعات التنموية والخدمات والبنى التحتية والمواصلات هذه الاستراتيجية بنيت على عدة عوامل بهدف رفض الاقتصاد الوطني وتعزيزه بما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مسار سياحي جديد وخطة مدروسة انطلقت بتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومختلف الجهات المعنية بمملكة البحرين لتحقيق مزيد من الشراكات في القطاع السياحي تعزيزاً للاستراتيجية السياحية الجديدة والتي تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف أنواع البرامج السياحية المتوافرة في المملكة مملكة البحرين تسخر بالأفكار الجديدة والمتطورة وتحتل الواجهات والانشطة البحرية الخيار الأول ضمن المعالم الجاذبة للسياح لما تحتويه من أفكار جامعة لأفراد العائلة كما اهتمت المملكة بجذب سياحة الأعمال من خلال إنشاء مرفأ البحرين المالي وأسن تشريعات وقوانين جديدة لتسهيل الاستثمارات وأعطت السياحة الرياضية والترفيهية والثقافية الاهتمام المطلوب من خلال إنشاء حلبة البحرين للفورميلوان ومسرح البحرين الوطني ومسرح الدانة والعديد من مواقع الترفيه كما بارزت السياحة العلاجية لما تتميز به المملكة من كوادر احترافية تعتمد المعايير العالمية وتأتي القرية التراثية دليلا على الاهتمام المتواصل لسياحة الإعلام وتصوير الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية هذه الاستراتيجية السياحية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي الهادفة لجعل المملكة بين الدول الجاذبة للسياحة على مدار العام لتحقيق بيئة سياحية مستدامة قائمة على بنية سليمة